بين النظامين السوري والتركي في تصريح لوكالة هواري السورية كشفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على لسان نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام فيها عن موقفها تجاه اجتماع موسكو الرباعي بين نوابي ووزراء خارجية كل من روسيا وإيران والنظام التركي وسوريا في محاولة لتحقيق التطبيع بين الحكومة السورية وأنقرة هذا الاتفاق لا يصب في خانة مصلحة الشعب السوري نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية ياسر السليمان قال إن الإدارة الذاتية تنظر بعين الريبة والشك لاجتماع موسكو مؤكداً أن أي حل سياسي لا يمكن أن يتم إلا بجلوس كافة الأطراف السورية على طاولة الحوار المسؤول في الإدارة الذاتية أوضح أن التقارب العربي مع الحكومة السورية يأتي ضمن سياق تطورات تشهدها المنطقة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية مؤكداً أن هناك الدول تريد تعويم الحكومة لوجود مصالح فيما بينهم وتتخوف من أي تسوية للبسرة السورية لأن أي نجاح سياسي يحققه السوريون سيهدد مصالحها بحسب تعبيره ونوها نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية إلى أن الشعب السوري شرد نتيجة تآمر الحكومة السورية والنظام التركي لذلك فإن الاجتماع الرباعي لن يأتي بنتائج تفيد السوريين أو تكون لصالح سوريا وإنهاء مأساتها معتبراً أن ذلك يكرس الاحتلال التركي للأراضي السورية كون الحكومة في موقف ضعف وأن الجانب الروسي يسعى لتحقيق مصالحه الاستثمارية فيما إيران لديها سياسة توسع في الدول العربية بحسب قوله ترجمة نانسي قنقر